موسيقى انه فيه عنجد جمعيات متل جمعياتكن انتو موجودين من سنة 2002 وصار لحد هلا عنا 800 ولد بيفضلوا جهودكن ووجودكن قدروا يشفوا من هالمرض يلي يلي عنجد كل يوم منصلي انه ما بقى نسمع عنه وخصوصا بس تقول طفل صح بداياتك دايما الوطأ أصعب عند الطفل لانه الطفل ما بتفكري انه الطفل بيصير معه سرطان ما بتقولي انه طفل ممكن انه يصير معه هالمرض ولكن الاطفال كمان معرضين انه يصابوا بالسرطان طبعا الانواع مختلفة عند الاطفال وعند الكبار ونسبات الشفاء اعلى عند الاطفال وشين هيك رسالتنا بجمعية الشانس متل ما اتفضلت وقلت من 2002 لهلأ مستمرين فيها يلي هي دعم علاج الاطفال مصابين بالسرطان وعننا نسبات شفاء عم تكون بتساوي النسبات العالمية حوالي 80% جمال عن يلي هي النسبات العالمية عم نقرب عليها دكتور فرح طلبوا مني عشخاص انه اسألك النسبة طبعا الاطفال يلي مصابين بها المرض من سنة 2002 لهلأ عم بتزيد امو عم تنقص رغم كل حملات التوعية رغم كل الاشياء شو بتجاوبيه؟ طبعا ما فيه احصائيات رسمية من قبل الوزارة او الدولة على الاعداد على الاحصائيات يلينا عملت من كم سنة فيه حوالي 350 حالة جديدة كل سنة عند الاطفال وحوالي بين 8000 حالة عند الراشيدين هلأ الاحصائيات بنا رسمية ولكن طبعا الأرقام ما عم بتخف ما فينا نقول انه السرطان على تزايد لانه بدنا احنا بتعرف ان احنا علمية من امن بدون نية علمية سياصفيك لازم يكون عنا معطيات اكيدة بس طبعا الحالات اكيد ما عم بتخف رغم رغم كل الحملات طبعا التوعية يلي بتساعد كتير الأهل انه يعني يعرفوا اول سيمطام يعني يتوجهوا انه الولد صار معه هيك لازم دغري ان يتوجه عند الطبيب هيدا شي كتير مهم كمان طبعا العوارد كل ما يكون اكتشف السرطان مبكر كل ما نسبة الشفاء اعلى يعني مثلا اذا عندك نفس الورم نفس النوع كان درجة اولى نسبة الشفاء ثمانين تسعين بالمية اذا صار درجة رابعة او خامسة المرض نسبة الشفاء بتقل العيلة جيت اطول واصعب عذاب اكتر على الطفل والتكاليف اكتر كمان على العيلة وعلى الجمعيات حملة التوعية ضد العوامل المبكرة للسرطان كتير مهمة الويقاية كتير مهمة ومتل ما بتعرفي ورح تحكي ممكن عنا بعد شوي من هديك السنة بلشت جمية تشانس حملة توعية بالمدارس على العوارد المبكرة لسرطان بالمدارس كلها هيدا اللي بدنا احكي عنها عملنا بهالشهر بهالشهر الأسبوع الماضي مع وزير التربية تبنى هالحملة كحملة وطنية جبارية بالمدارس الرسمية طبعا وطلعنا على الوزارة مع فريق عمل تشانس مرنا المرائبين الصحة مرائبين الصحة بالمدارس كل مرائب مستلم 20-25 مدرسة من كل مناطق لبنان دربنا المدربين يعني كل واحد منهم رح يصير هو مدرب حتى يعلم الأساس الثانيين عن حملة شرائط الأمل أو اليالو ريبن لأنه اليالو ريبن رمز سرطان لأطفال مش نك اعتمدنا اسم الحملة ورح نحكي عننا كل السنة لأن الحملة مستمرة على المدارس الخاصة والرسمية مدام هلأ بلاشوا يدخلوا الأطفال على المدارس نحن بفترة تحضير لتكملة هذه الحملة رح إن شاء الله نفوت على كل بيت على كل عائلة مع بطاقات التوعية المكتوب عليهم العوارض عوارض السرطان يعني هيدا الشيء بدو يعمل يمكن هلع عند الأهل الأمر حزيد التوعية أبدا بالعكس حزيد التوعية لأنه عنا لطريقة اللي منحكيهم فيها ونفسرهم كيفية تم صحتهم حسب الأعمار أكيد حسب الأعمار بدون ما يخافوا الولاد لأن نسبة السرطان عند الأطفال قليل كتير بالنسبة للسرطانية الكبار بس وطأ الحالات أكبر على نفسياً معنوياً مديياً الناس بيتأثروا أكتر بس يسمعوا طفل مريض مشن هيك هيدا الحملة كتير كتير مهمة وهي من أبرز نشاطات الجامعية رح نعملها وهون بحب أشكر السبونسورز يلي ساهموا بيطبع البطاقات لأن هول البطاقات كارتون بيتركون عندهم الأهل يلي البيئة أسأل والبانك مرأتوا السنة بكذا مدرسة مرأنا بثلاثين مدرسة كأول مرحلة هذيك السنة بآخر الفصل بفصل الثالث وبما أنه شفنا نجاح للحملة وشفنا أنه وطأ كتير مهمة ويتقبلوا كتير من يحل التلميذ والأهالي والمدارس والمعلمات ومدرى المدارس يلي هن كمانا بيقضوا مع الأطفال 8 ساعات منهار يعني تقريباً نص نهار والطفل بقضيه بالمدرسة بصير في مراقبة من الأسادزة إذا لاحظوا شي غير طبيعي خاصةً بأورم الراس بتأثر عن النظر بتأثر فيه فيه مدارس بيلاحظوا أوقات عوارد بيلفتوا نظر الأهل بيقولوله نروحوا عند الطبيب لأنه الأهل تعفي كمان صاروا يشتغلوا كل نهار بيوصلوا على البيت عشي بيكونوا الولد تعب بده ينام يعني عم بيقضي وقت كبير بالمدرسة هالوقت هيدا إذا الأسادزة المعلمات المرائبين لاحظوا شي بيلفتوا نظر الأهل وهيدا شي كتير مهمة أربع خمس عوارد يمكن هني أكتر شي بيكشفوه هني أكتر شي ثمان عوارد شحوب باللون حرارة مستمرة سببها غير مش التهاب سببها غير واضح بقح على الجسم بخلونا نشغل بالنا عن هبوط صفيحات الدم ابيضات بببو العين في ورم بيجي بالشبكية اسمه ريتينوبلستوما بيخلي إنه العين أو تحول أو يصير في ابيضات بالببو بيبين أوقات بالصور واجع راس بوعي طفل بالليل أو بوعي استفراغ من عبكرة أو واجع راس من عبكرة باكرا أو يرجعوا على ميته بالصف أو تغيير بشخصيته كمان هيدا أو هبوط بالوزن تعفينو الطفل دايما لازم يكون على نمو مستمر أو ورم بأي محل بالجسم هول إن العوارد يلي لازم ينتبهون لأهل هن بدقوا جرس الإنذار إذا بدك مش إنه ضرورة إذا واحد معه حرارة متكررة أو حرارة بلا سبب يمكن يكون عنده ريماتيسم بس عم نقول إنه لازم هول عوارد يلفتوا النظار إنه يروحوا عن طبيب لحتى ينفحصوا ويشوفوا اللي بدا دايما طبعا بطبيب الأطفال طبيب الأطفال ههو طبيب الأطفال على السكرين حملت بالمدارس هون مدرسة سينكار يلي كانت الحملة عندهم كتير جدية مرقنا على كل الصفوف كانوا مزبطين نشاطات بالمدارس وإنه كمان بنفس الوقت هالأطفال عم يدعموا علاج الأطفال المصابين بالسرطان بالمستشفيات هي اللي حملة كمان هدفة يعني مصدوش إلا إنه كمان عم يساهموا بنشاط عم يجيبوا قلم عم يجيبوا ربا عم يجيبوا لعبة عم يجيبوا أي شي بيدعموا الأطفال كمان من النشاطات اللي عمناها هالسنة لدعم الأطفال يلي هو فريق رياضي من طلعوا على ركيف الطفل بحس إنه السرطان متل جبل قدامه نفس الشي هني عربشوا على أعلى جبال هني السبع قمم صاروا متسلقين ثلاث قمم هيدا الثالثة لا دعم علاج الأطفال بيجونا عندهم على المستشفى بيفسرونهم عن الحملة بيطلعوا معهم على على الواتساب والإنستجرام أنا خبروني بيبعتولهم كل الوقت صور بيبعتولهم كل الوقت صور ورسالات والولاد بيحكوا معهم بيقولون كيف انطول بالجبل احنا بالجبل وهون كمان وقفة حلوة مع أفاديسيا اللي عملنا له صار كثير بشهور بلبنان رجع من إيطاليا من أسبوعين عملنا له حملة من تسعة أشهر لأنه كان عنده نوع من اللوكيميا اللي هو سرطان الدم كثير قوي هالنوع ما بيشفى غير كان معنو بده زرع نوكي عظم وكان عنده شخص متطابق من أخواته أو من السجل العالمي للتطابق والطابق عليه أخذ زرع من بيو أخذ بونمرو من بيو اللي هو خمسين بالمية فيه تطابق نوع زرع خطر وما في كتير خبرة فيه بعده ببدايته بلبنان بعثنا على إيطاليا لحتى كل ما يكون المركز عنده خبرة أكتر كل ما يكون نسبة الشفاء بأنواع الزرع الصعبة أعلى ولكن احنا صار عنا تقدم كتير كبير من لبنان نعمل زرع نوكي عظم بلبنان صار عنا كل العلاجات موجودة لكن عدد الحالات طبعا أخف بالمراكز عم نبعث عليهم الحالات الدقيقة هنا مراكز عندهم مية من الحالات ومية من سنين بالخبرة بهالأنواع من الزرع وهم عم بيكونوا سبقين فيهم وعم بيعطوا المحاضرات العالمية لأنه الدراسات يمكن متطورة أكتر لا عندهم عدد عدد أكبر عدد أكبر كمان عدد أكبر بالمرضة فأفديس راح من تسعة شهر كل الناس بيسألوا عنه كيفه وكيف صار حمد لله حملة على تليفزيون لجمل مساعدات لدعم علاجه لأنه فيه تكلف كانت عالية مشكلة قال للناس كلهم تجاوبوا معه تعاطفوا مع حالته نحتى بلبنان فازعين فازعين كل شخص يبعث له رسالات تشجيع قدموا هم الدعم النفسي أيضا كمان كتير مهم لأنه كمان أصحابه بالمدرسة بقيوا معه على الخط كل الوقت لأنه قعد تسعين يوم مع زول لحاله بيقود بغرفة أكيد بيكون فيه مضاعفات من الزرع فيه صعوبات بعدين بعد كل هالوقت هيدا رجع لنا من أسبوعين عملوا له احتفال على المطار عائلته ومبارحت لعنا كنا أنا وياه على التليفزيون مع غير إذاعة كمان عبدالله على سنهمته إن شاء الله يا رب ما بقى يشوف كان كتير مبسوط ونحن مبسوطين إنه كمان الناس يحسوا إنه ساعدوا شخص خلصوا له حياته بالنتيجة رسالة جامعية تشانس هي فرصة هي رسالة حياة اسمها تشانس عم تعطي فرصة بالحياة التانية عم بتخلصي حياة الطفل عم تعطي فرصة بالشفاء في أحلى منها يعني ما في أحلى منها الرسالة حملة جديدة حملة جديدة حملة جديدة عنا بنوت اسمها كمان عايزة دواء كتير غالة وزارة عنوكي عظم وهي ما بتحب تطلع كتير على التليفزيون خجولة مش نحكي نحنا عن حالتها ومندعمها وعنا الحفلة السنوية للجامعية يلي بنشجع الكل انه يتواصلوا معنا يحضروها يجوا عليها في برنامج كتير حل ومفجائات خلينا نشوف سوا بالصورة أيضا وين رح بتكون رح بتكون بالسامرلند رح تكون بالكامبنسكي سامرلند بـ 24 الشهر 24 تسعة يوم ثلاثة يعني يوم ثلاثة جي ثمانة ونص مساء مين فيها برنامج كتير حلو برنامج كتير حلو في درامورجي مبارات لبنان في عنا بيانيست جيندار مجدلاني عنا دي جاي مون يلي أحيا كل صهرات بيروت والجبل وفرية الصيفية وكان عنده مساءة كتير حلوة عنا مفاجأة على رأس ما رح قول مين وعنا فيولونيست فانيسا يلي كمان كتير مشهولة رح تلعب وطبعا الكامبنسكي بحد ذاته كتير حلو على البحر مترح رائع دي مهم مساعدة المجتمع المدني كتير مهمة لأنه تعرفة أنه طبعا الوزارة والضمان كل هالوحدات عم بتجرب بتساعد بس ما عندهم الإمكانية أنه يدعموا العلاج مية بالمية ما عندهم الإمكانية ما عندهم كل الأدوية موجودة ما عندهم بجت لعدد المرادة الكبير المرادة عم بتعاني عم بتحكوا عم بتعاني احنا بلشنا بسناشفة واحدة بلشنا بصرنا بثمان مستشفيات الحاجات عم بتزيد الحاجات عم بتزيد نسبة الشفاء ما فيها تعالى إذا الطفل ما أخذ علاجه يعني بالأول لازم ياخد علاجه على الوقت ما يكون فيه تأخير ما يكون فيه تقصير بالأدوية ما يكون فيه نقص ما تكون الأسباب المدية توقف بطريق شفاءه نتوقع الالتهابات توعية سقافة دعم نفسي كمان عندنا بسيكولوج يدعمون وهنا بحب أشكر كتير فريق عملتشانس يلي كتير عم بتطوع ساندي سفر مرتن جيم كارول كحالي راشيد مسالي ما فيه جمعيون كلهم بس ان كلهم يعني فيه كتير متطوعين من بعد شغلون بيجوا بيتساعدوا معنا وبيدعموا اللجنة النسائية لجنة الأطبة يعني فيه عدة ليجين كله تطوع ومن بعد أشغالهم بيجوا بيدعموا نشاطات الجمعية والكل مدعو لكين بيستاهم بالنشاط ننذكر وين بيليقوا التيكتات التيكتات بدن يتصلوا بال70 812259 لحد يحجزوا محليتهم للعاشة السنوية للجمالية أسعار لتلميذ كمانا غير أسعار لتلميذ لحتى يكونوا كمانا مشاركين لأنه منحب أن تلميذ أول شي يكون عندهم وعي عن الدخل وطريقة العيش والتعومة يلي بتتوقي منها من السرطان مثل طعم والسفيرة ليهو يضروري بأي عمر؟ من المراهقة ما بلج فيه من الأربعة عمر صفيرة من الطفولة وتعمل يحمي من سرطان عن كل الرحم يبدأ من عمر 11-12 سنة لأنه بهالعمر لا أي عمر؟ لا فوق 35 هالعم مزبوط مزبوط لأنه بهالعمر جهاز المناعة كتير قوي بيعمل تجاوب كتير منيح على الطعوم وهالجواب بيضاين لعمر الـ 45-50 يلي هو العمر يلي بيتطوروا فيه سرطان وستأخر واحد عن الـ 12 سنة؟ لا أكيد بدل ممكن بدل ممكن أنه يعملوه بس نحنا بننصح أنه هالعمر هو أحسن عمر أنه يخطو فيه وبعتقد أنه صار ضروري أيضا أنه الكل يعمل يعرف عنه يعملو هالطعم صار إجباري بأميركا وبأوروبا بأستراليا صار إجباري للبنات وللصوا بيين كمانا وللصوا بيين كمانا وهالحملات هيد التوعيع منها من ثلاث سنين نحنا مع المدارس الجامعات لأنه حكينا عن الدخان وحكينا عن طريقة العيش وحكينا عن الكحول حكينا عن كل الأسباب البيئية اللي بتسبب سرطان صحيح وطبعا فيه كمان المواضيع الوراثية عم نكتشف أكتر وأكتر أنه فيه عام الوراثة بكم عائل اللي بيلعب دور بسرطان الأطفال إذا فيه عيال عندهم عدة حالات سرطان بعمر تحت الـ 45 سنة أو نوعين سرطان عن نفس الشخص كمانا من أمن الفحوصات ليعرفوا إذا عندهم خطر أو إذا عندهم ريسك إنه يعملوا أنواع سرطانات أو إذا حاملين سما بجسمهم جين بيخليهم يعملوا سرطان أكتر من غيرهم كل شخص عنده بعائلته شخص مصاب شخص مصاب لا حسب في حالات معينة إذا شخص مصاب بعمر كبير لا لأنه كلنا معرضين نعمل سرطان إذا طفل واحد كواحد لا إذا طفلين بيقربوا بعض هو ابن عمه ابن خالته مثلا نعمل شجرة العائلة يبقوا يقولوا أول شيء أنه البارتي الأم أكتر شيء لا 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 نفس الشيء الأم والبي بيجي من المالتين فيه جينات معينة عم تكتشفهم هلأ أنا شيء بشتغل إليه كباحثة علمية فيه فحوصات نعمل بلبنان فيه فحوصات بنساعدهم أنه نبعثهم لبرات لبنان كمينا جمعية تشانس جمعية تشانس بتساعد عندها علاقات مع مراكز برا تقدر تأملنا الفحوصات مجانا لكم عائلة معينة عندهم خطر السرطان وعملنا يعني فيه عندنا خمسة وثلاثين عائلة تحت قيد الدرس صرنا درسين شي عشرة منهم بعد فيه خمسة عشر عم نجرب نوضح الأسباب ليش عملوا سرطان كنا نعدد المستشفات الموجودين حضرتكم فيها نحن موجودين بمستشفى روم مستشفى رزق موجودين بأوتال جو أبو جاودة سان تيراس كليمانسو سان جوزاف موليبا كل بيروت تقريباً عدد مستشفى المنطقة صح كمانا ما نقول لكل شخص عن جد بحاجة لدعم لاستفسار يمكن فيكم تتوجهوا مثل ما قالت الدكتور فرح على جامعية تشانس قدوا موجودين يعني بفوت واحد بفقال كده بستشفى صح وفيهم كمانا يعملوا يتبعوا الفيسبوك بيتش تبع تشانس أسوسياشن تشلدرن أغانست كانسر الانستغرام تشانس أسوسياشن أو تشلدرن أغانست كانسر الويب سايت هيك بيدلوا متابعين النشاطات كلها تبعولنا وبيدلوا متابعين كل الأكتيفتيز لأنه عنا نشاطات على مدار السنة وهالنشاطات هيده مستمرة دايما من كان نشاطات توعية من كان نشاطات لدعم علاج الأطفال من كان نشاطات ترفيهية للأطفال نحن دايما بحاجة لمتطوعين لتبرعات لناس تعطي من وقتها لناس تعطي من وقتها تقعد مع الأطفال ناس تعلم رسم كثير مهم هيدا كثير مهم لأن الأهل كمان والأطفال بيزهقوا كثير بالمستشفى بيملوا في ملك عندك علاجات بدون سنيم أوقات فيها الأطفال بيعدوا شهر بالمستشفى عفارة سحبة الأمة فيها تنزل على الكافيتيريا أوقات تشتري فنجين قهوة حدا يقعد شوية مع الطفل عايزين كثير متطوعين يعني فيه مجال ستات بالبيت عندهم وقت قبل الظهر بعد الظهر ناس مسنين عندنا مدام سلام عمرات 8 سنة أولادها كلهم كبار سفروا بدل ما يكون معندها فراغ بحياتها مع بي وقتها تعطي فرح للأطفال يعني ما فيه أحلى من هالفرح هيدا نصر العلاج يعني بتعطيه لأنه بالنتيجة نفسية بتأثر كثير على الجسم ونحن الجسم الإنسان كله متواصل ببعضه جسم واحد يعني العقل والنفسية بأثروا على الجسم ونحن بنشتغل كثير على نفسية المريض وليزم ينادل ويتابع ويكون بده يكون عنده الرغبة بالشفاء الرغبة بأخذ الدواء بنشتغل كثير على هيدا الموضوع مع الأهل والأطفال صعب كثير على الأهل بحسوا إنه كأنك فتة على تينال أسود كأنك فتة على تينال أسود ومشين هيك نحن الحفلة السنوية هالسنة اللي اتخذت موضوع كونوا الضوء في العتمة كونوا انتوا الضوء كل واحد منا فيه يكون الضوء ورح يكون السهرة كتير ملونة لأنه هو الموضوع كونوا الضوء ضوء الضوء عطوا ألوان أي لون بتحبه شو أحلى لون انتوا معقول تلبسوه أو تعطوه للطفل وتكذبو له رسائل أمل رح تكون سهرة كتير حلوة هيدا ما عندي أي شك بالموضوع دكتور فرح انت بحط زيتك يمكن مجرد ما تحكيهم بيبلشوا يحسوا أنه هيدا أول سلم من الشفاء لأنه ضروري الطبيب دوره كتير كتير مهم أنه يقدر ينقل هالأدي هالأمل أنه ما تخافوا نحن معكم نحن موجودين معكم شكر كتير كبير لألكم لجمعيتكم لشخص الكريم كمانا تسلم اللي كرمت السنة أيضا بمهرجين تستحق كل التكريم دكتور فرح أنت الفرح تسلم تسلم يعطيك ألف عمي نكون حد الأطفال والعائلات هنا أوقاتنا بنشوفوا شو فيه بإخر الطريق بس نحنا بنشوف صحيح ونعطيهم الأمل ونكون أكيدين أنه رح نعمل مستحيل لحتى يوصلوا للشفاء أو ياخدوا أكتر فرصة أعلى فرصة طبعا يريد فينا نوصل نسبات الشفاء إلى المية بالمية في أطفال عندهم أمراض كتير سعبة أو أمراض تطلب علاجات أصعب أو أطول أو أكتر طالما هني عم يتجاوبوا طالما نحنا عم نعمل أشياء مهم هني يكونوا عم يتجاوبوا على العلاجات لنقدر نوصل لأعلى نسبات وبحب أقول لكل شخص إن كان طفل أو أهل أو أي شخص عم يناديل مع السرطان إنه صحيح إنه مرض بخوف أو مرض من خاف نفكر فيه أو من خاف نحكي عنه وما حدا مننا محمي منه بس أهم الشيء ما نفقد الأمل والموتو طبعا دايما لا تستسلم عطول مناضلة لنكفى الطريق مع الأطفال قد ما بنقدر كل واحد قدراته بمجال اللي هو فيه يدلوا مكفى الطريق للأخير آمين يا رب إن شاء الله الكل بيشفوا مشاهدينا وما حدا منكم طبعا يعيش هالتجربة الصعبة شكرا لك دكتور فرح مشاهدينا اللحظات ونكمل معكم شكرا لك